العقوبات الأمريكية المفرضة على إيران يبدو جلياً أنها بدأت تؤثر في مشاريع طهران الخارجية التي تستخدم المال في توسيع نفوذها وترسيخه بكل من العراق وسوريا ولبنان وأماكن أخرى بعض الصعوبات المالية نتيجة هذه الإجواءات وهذه العقوبات المساندة الشعبية وهذا الاحتضان الشعبي نعم أنا أعلن اليوم أن المقاومة بحاجة إليه الألف ليرة والعشر والتلاف ليرة والمئة ألف ليرة فبعد هذه التصريحات التي تؤكد ما وصلت إليه أوضاع ميليشيا حزب الله اللبناني كشف مؤخراً عن تخفيض إيران رواتب ميليشياتها في سوريا بالإضافة إلى تخفيض إيران حجم الدعم الذي تقدمه للميليشيا في لبنان كما كشف عن فقد الكثير من موظفي الحزب مزايا كانوا يتمتعون بها بالإضافة إلى تخفيض رواتبهم التي كانوا يتقاضونها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت أن العقوبات الأمريكية على إيران أجبرت ميليشيا حزب الله اللبناني على سحب جزء من مقاتليها من سوريا كذلك ألغى الحزب بسبب تأثير إيران بالعقوبات الأمريكية ضدها الكثير من برامجه المجانية بما في ذلك توفير الأدوية المجانية وحتى المواد التموينية للمقاتلين والموظفين وعائلاتهم في لبنان كذلك ألغى الحزب العديد من البرامج على قناته التلفزيونية الناطقة باسم ميليشيا حزب الله وتم الاستغناء عن موظفيها ولفتت واشنطن بوست إلى أن الحزب يقود حملة كبيرة للتعويض عن نقص التمويل الإيراني من خلال الدعوة للتبرعات كما طلب حزب الله التبرعات من رجال أعمال وأثرياء في لبنان وخارجه وتقول الصحيفة بحسب مسؤولين في إدارة ترامب إنه تم القضاء على عشرة مليارات دولار من الإيرادات الإيرانية منذ شهر تشرين الثاني الماضي كما تؤكد الصحيفة أن حجم الإنفاق القادم من إيران على حزب الله خلال العام الماضي والذي قدره المبعوث الأمريكي الخاص بريان هوك في نيسان الماضي بسبعمائة مليون دولار يشكل سبعين بالمئة من واردات ميليشيا حزب الله وكانت إيران قد خسرت نحو عشرة مليارات دولار من عائداتها المالية من النفط منذ شهر تشرين الثاني الماضي كما أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى خمسمائة ألف برميل يوميا بعدما كانت مليونين ونصف مليون برميل في شهر نيسان الماضي خسارة كبيرة يرى مراقبون أن تأثيراتها على أدرع إيران في سوريا واليمن والعراق ولبنان ستكون أكبر وأسرع